كل شيء له كتلة وله وزن من أصغر الضروات إلى أعظم الكواكب لكن هل تساءلت عن المصدر الحقيقي لهذه الكتلة؟ لطالما كان مفهوم الكتلة محورياً في الفيزياء لكنه أخذ بعداً جديداً مع ظهور نظرية نسبية خاصة لأينشتاين التي كشفت عن العلاقة العميقة بين الكتلة والطاقة ثم جاء اكتشاف مجال هيغز ليضيف قطعة أساسية إلى هذا اللوز موضحاً كيف تحصل الجسيمات الأولية على كتلتها ومع ذلك تبقى المفاجأة الكبرى وهي أن الغالبية العظم من الكتلة التي نراها حولنا لا تأتي من مجال هيغز بل من مصدر آخر في هذه الحلقة سوف نكشف الستار عن سر من أسرار الكتلة وعلاقتها بالطاقة فهيا بنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحباً بكم تخيل أنك تقود سيارتك بسرعة 100 كم في الساعة وهنا نقول أن السيارة تمتلك طاقة حركية تحسب من العلاقة نصف كتلة السيارة في مربع سرعتها وبما أنك تجلس في تلك السيارة فإنك تسير بسرعة 100 كم في الساعة أيضاً وتمتلك طاقة حركية تقدر بنصف كتلتك ولتكون 80 كم في مربع السرعة 100 تربيع وهذا يعادل طاقة حركية تساوي 400 ألف جول لكن هل تعلم أن الطاقة التي تمتلكها وأنت واقف لا تتحرك تزيد عن هذا المقدار بحوالي 100 تليرليون مرة نعم ستقول أن هذا الرقم الهائل من الطاقة جاء من معادلة أينشتين الشهيرة إي تساوي أم سي تربيع ولكن أين تكمن هذه الطاقة؟ وما هو مصدرها؟ ولماذا لا نشعر بها؟ ولماذا تسمى طاقة السكون؟ ولماذا هي موجودة؟ وما علاقتها بالكتلة؟ وكيف يمكن أن تكون الكتلة طاقة والطاقة كتلة؟ دعونا نبدأ من الكتلة والتي اعتبنا أن نعرفها على أنها ما يحتويه الجسم من مادة هذا هو التعريف الأساسي للكتلة والآن لنتعمق أكثر في الموضوع ونفسر معنى ما يحتويه الجسم من مادة أي مادة مكونة من ذرات؟ وهذه الذرات مكونة من نواة وإلكترونات والنواة مكونة من بروتونات ونيوترونات وقد تبين أن البروتونات والنيوترونات مكونة من جسيمات أولية تعرف بالكوارك ولا يوجد شيء آخر داخل الكوارك لذا من المنطق أن نقول أن كتلة أي جسم تساوي ما يحتويه من مادة والتي هي مجموعة كتل الكواركات المكون الأول لبروتونات والنيوترونات وأيضا الإلكترونات ولكن تبين أن هذا غير صحيح وأن مجموع كتل الكواركات والإلكترونات المكونة للجسم لا تشكل أكثر من 2% من إجمال كتلة الجسم بمعنى أنه لو كانت كتلة جسم مائة كيلو جرام فإن مجموع مكوناته من الكواركات والإلكترونات لا يتجاوز ل2 كيلو جرام فقط أي أن إجمال الكواركات والإلكترونات المجتمعة يعطي فقط جزءا بسيطا جدا من كتلة الجسم من أين تأتي بقية كتلة الجسم في الحقيقة هناك مصدران للكتلة المصدر الأول هو الجسيمات الأولية المكونة لكل شيء في الكون وهي تكتسب كتلتها من تفاعلها مع مجال هيكز يمكنك أن تتخيل مجال هيكز كشبكة طاقة منتشرة في كل مكان في الكون والجسيمات الأولية تأخذ كمية مختلفة من الطاقة من هذه الشبكة وكلما أخذ الطاقة أكبر كلما كانت كتلتها أكبر على سبيل المقارنة تبلغ كتلك لكوارك الواحد بوحدة الميجا إلكترون فولت حوالي 4.7 ميجا إلكترون فولت أما الإلكترون فتبلغ كتلته حوالي نصف ميجا إلكترون فولت لأنه يتفاعل مع مجال هيكز بشكل أقل من الكوارك الفكرة هنا أن الجسيمات الأولية بمختلف أنواعها تتفاعل مع مجال هيكز بنسب متفاوتة ولا أحد يعرف السبب في ذلك ويبدو أن هذه خاصية أساسية للجسيمات الأولية أما المصدر الثاني للكتلة فيكمن في نواة الذرة فهي ليست موجودة في كتلة الجسيمات الأولية التي تشكل مكونات البروتونات والنيترونات بل في الطاقة التي تحافظ على تمسكها وتمنعها من التفكك ولتوضيح الأمر دعونا نأخذ نواة ذرة الهيدروجين وهي أبسط نواة نعرفها لأنها تتكون من بروتون واحد ويحيط بها إلكترون واحد كتلة هذه النواة بوحدة الميجا إلكترون فولت حوالي 938 ميجا إلكترون فولت وهذا البروتون يتكون من ثلاث كواركات مجموعة كتلتهم يبلغ 9.1 ميجا إلكترون فولت وهذا يمثل 1% من كتلة البروتون المقاسة إذن أين 99% المتبقية من الكتلة؟ لقد وضحنا للتو أن مجال هيكز مسؤول فقط عن 1% من كتلة البروتون أما الباقي فلا يزال موجود في مكان ما في النواة لمعرفة أين توجد باقي الكتلة تخيل أن لديك عدسة مكبر لمشاهدة ما بداخل البروتون ما ستراه هنا هو الكواركات الثلاثة المكونة للبروتون تدور حول بعضها البعض داخل كرة صغيرة نصف قطرها واحد في عشر قوة سالب 15 متر وهو نصف قطر صغير جدا جدا وتتحرك الكواركات بسرعة هائلة جدا تصل إلى سرعة الضوء أي تخريبا 300 ألف كيلومتر في الثانية وهي سرعة كافية لتدور هذه الكواركات حول الكرة الأرضية سبع مرات في الثانية الواحدة تخيل هذه الجسيمات الضقيقة التي تتحرك بهذه السرعة الكبيرة كم يكون لديها من الطاقة الحركية ومع ذلك هي متماسكة بقوة هائلة لتحافظ على استقرار البروتون إنها قوة هائلة فعلا وهي القوة النووية القوية ولك أن تتخيل كم هي هائلة نستنتج من ذلك أن البروتون يحتوي على ثلاثة كوارك وأيضا على طاقة هائلة هي طاقة القوة النووية قوية إذا ما قمنا بجمع هذه الطاقة وقسمناها على مربع سرعة الضوء لحصلنا على الكتلة المتبقية للبروتون هذا يأخذنا إلى النقطة المهمة التي تتعلق بأينشتاين ومعادلته الشهيرة التي أعلن عنها في عام 1905 كأحد نتاج النظرية النسبية الخاصة والتي نكتبها في الصورة E تساوي MC تربيع والتي تعني أن الكتلة والطاقة متكافئة وهذا يأخذنا مباشرة إلى الاستنتاج أن كتلتنا هي في الواقع طاقة وأن ما نقيسه دوما هو الطاقة مقسومة على مربع سرعة الضوء وتجدر الإشارة هنا إلى أن المعادلة الشهيرة الطاقة تساوي الكتلة في مربع السرعة لم تظهر أبدا في ورقة أينشتاين الشهيرة عام 1905 ما ظهر كان الكتلة تساوي الطاقة مقسومة على مربع سرعة الضوء أي أن الكتلة هي مقياس لمحتوى الطاقة في الجسم وهذا هو الأهم في النهاية 99% من كتلة الأجسام تأتي من الطاقة التي تقيد الكواركات داخل نوال ذرات وهذه الطاقة هي التي نعرفها على أنها طاقة القوى النووية القوية وأريد أن أركز هنا على نقطة مهمة وهي أنني لا أريد أن تتخيل أن كتلة البروتون جاءت من تحويل طاقة الربط الهائلة لكواركات البروتون إلى كتلة فهذا ليس صحيح لا يوجد تحويل هنا ولا يوجد طاقة تتحول إلى كتلة هناك فقط طاقة ونحن نقيص الطاقة مقسومة على مربع سرعة الضوء ونعبر عنها بالكتلة الكتلة الفعلية لا تشكل أكثر من 2% تأتي من تفاعل الجسمات الأولية مع نجال هيكس أما الباقي فهو طاقة إذن كتلتك ليست كما كنت تعتقد هي ما يحتويه الجسم من مادة بل هي طاقة هل يعني هذا أن مجال هيكس الذي يعطي الكتلة للكواركات والإلكترونة بغير مهم؟ بالطبع لا إذا لم يكن مجال هيكس موجوداً فلن يكون للإلكترون كتلة وبالتالي لا وجود للإلكترون ولا وجود للذرة ولن نكون موجودين أيضاً لذا فإن مجال هيكس مهم جداً ما أريد أن أقوله هنا هو أن أصل الكتلة الذي يشكلنا ويشكل كل شيء حولنا يأتي من مصدر واحد وهو طاقة للكواركات المرتبطة في مكونات النواء هذه الطاقة التي تتحكم فيها قوة نوية قوية هي التي تمنح مكونات النواء كتلتها وبالتالي الذرات وأنا وأنت ومعظم كتلتنا وإنه لا يوجد شيء مثل الكتلة التي نفكر بها في العادة فقط هناك طاقة داخل النواء ووفقاً لمعادلة أينشتاين فإن هذه الطاقة هي مصدر الكتلة وعلى هذا الأساس أستطيع أن أقول لك أن الزنبرك المضغوط يمتلك كتلة أكبر من الزنبرك غير المضغوط وأيضاً كتلة الوعاء الساخن أكبر من كتلة الوعاء البارد وإن كتلة بطارية جوالك المشحون أكبر من البطارية وهي فاردة بالطبع لن تلاحظ أي فرق في الكتلة لأن على ما خيسنا تساهم هذه الطاقات بالجزء ضئيل جداً في الكتلة ولكنها موجودة قد لا يكون هذا قابلاً للقياس لأنك يجب أن تتذكر أن الكتلة تساوي الطاقة على مربع صورة الضوء لذا أي زيادة في الطاقة تقسم على رقم كبير جداً يمكنك تخيل أن ألف جول من الطاقة الزائدة لن تساهم بشكل كبير في الكتلة بالمقارنة مع الطاقة التي تنتج من القوى النوعية القوية التي تربط مكونات النواء معاً أترك لكم سؤالاً للتفكير فيه وأرجو أن تشاركون إجابته في التعليقات وهو هل الأجسام المتحركة بسرعة تكون كتلتها أكبر؟ بمعنى أنها أثقل وزناً مما لو كانت ساكنة وهكذا نكتشف أن الكتلة التي نعتبرها سما مألوفاً للإجسام ليست سوى طاقة هائلة مكبوتة في مكونات إجسامنا فما نشهر به ككتلة ما هو إلا شبكة معقدة من الطاقة طاقة حركة الكواركات التي تدور بسرعة تقارب سرعة الدوم وطاقة القوى النووية الشديدة التي تحبسها داخل البروتون والأمر الأكثر إثارة هو أن هذه الطاقة نفسها التي تمسك بذرات جسدك هي نفسها الطاقة التي تتحرر في المفاعلات النووية والقناب النووية عند تفككها فأنت تحمل في داخلك قوة هائلة تكفي لتدمير مدن بأكملها لكنها مقيدة ببراعة الخالق عز وجل في مساحات أصغر من أن ترى بالعين المجردة إذا أعجبك هذا الفيديو أرجو مشاركته مع أصدقائك ووضع علامة الإعجاب والتعليق بالأسئلة والاستفسارات وسأكون مسروراً بالإجابة عليها وحتى نلتقي في حلقة قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته